اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصة مصر وتطلعها لتطوير التعاون مع شركة بوينج العالمية وزيارة نشاطها في مصر في جميع المجالات ذات الصلة بنشاط وخبرة الشركة بما في ذلك التعليم والتدريب الفني كما أعرب الرئيس خلال لقاء مارك ألن رئيس شركة بوينج العالمية عن تقديره للتعاون مع الشركة باعتبارها رائدة عالمية في صناعة سيارية واسكرية وأنظفة مشيرا إلى حرص مصر على تطوير هذا التعاون في ظل ما تتمتع به الشركة من سمعة متميزة وتوفير جميع الإمكانات المتاحة بما يساهم في إقامة الشراكة استراتيجية وأيضا العمل على نقل خبرات والتكنولوجيا المتطورة التي تنتلكها الشركة للكوادر المصرية من جهته أكد رئيس شركة بوينج اعتزاز الشركة بنشاطها في مصر والذي يمتد لأكثر من خمسين عاما مبديا التطلع لزيادة نشاطها لما به من فرص نمو كبيرة استنادا لموقع الجغرافي المتميز وما تشهده مصر من تنمية متسارعة وأشار في هذا الإطار إلى حرص الشركة على المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والتسلح إيديكس 2018 المقرر تنظيمه بالقاهرة شهر ديسمبر القادم وقد تناول اللقاء استعراض التعاون بين مصر وشركة بوينج العالمية والذي يشمل الطائرات التجارية حيث تم بحث تطوير أسطول شركة مصر الطيران والذي يضم عددا كبيرا من طائرات البوينج وذلك من خلال التعاقد على الأجيال الحديثة من الطائرات مثل بوينج 787 كما تناول اللقاء بحث التعاون في مجال الدفاع وفي مجالات أخرى دات صلة بنشاط الشركة مثل إنشاء مركز محلي وإقليمي في مصر يغطي منطقتين الشرق الأوسط وأفريقيا لتجهيز وصيانة الطائرات بما في ذلك الترازات الجديدة اشتركوا في القناة